أعلن مركز بحوث الصحراء وضع رؤية لبرنامج بحثي تطبيقي بعنوان دمج أبناء سيناء وتعزيز دورهم في التنمية الزراعية المستدامة بهدف رفع مستوى معيشة أبناء سيناء بمنطقتين الحسنة والشيخ الزويد لتحسين الظروف الحياتية لأفراد المجتمع وفي بيان لها أوضحت وزارة زراع وستصلاح الأراضي أن دعم مركز بحوث الصحراء للمناطق الحدودية والأكثر احتياجا والمرأة المعيلة يأتي في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة هذا وقم المركز بتسليم مساحة سبعين فدنام بمنطقة قرية أبو شروف في سوى بمحافظة مطروح على الشباب مع توزيع شتلات الزيتون فضلا عن إنشاء منظومة الرئي الحديث بالتنقيط ودعم الأنشطة الزراعية التي تساهم في زيادة دخل الأسر